لن ترى استيراد وعننا تصدير أيضاً يعني لن ترى العلاقات التجارية موجودة بين الجزائريين متعاملين اقتصاديين وين رأينا نصدر هنا؟ نحن نصدره إلى دول الاتحاد الأوروبي بالخصوص إسبانيا بنسبة للموارد السماكية وبنسبة للموارد التي تأتي من استياد نأخذ مثال سنة 2017 عرفنا تصدير أسماك المياه العذبة إلى فرنسا فسماك صندر هذا يعيش في المسطحات المائية ولا يعيش في السلوط ودى القوة في السوق هذا ديرنا تسيبه في السوق ولكن الفكرة التي لدينا باللي سماك المياه العذبة لم يكن لديه ذوق مختلفة عن أسماك البحر يجعل المستهلك الجزائري ينفر من هذا النوع من الأسماك التي هي مطلوبة بكثرة في الأسواق الدولية والدليل أن هذا السمك وجد مكان في السوق الأوروبية بكل سهولة